انقضي مهلة وتبدأ أخرى يستقيل مكلف ويعفى آخر وهكذا دواليك تسير عجلة العملية السياسية المأزومة في العراق بمعزل عن الواقع وعزلة عن الشعب الذي يملأ الشوارع والساحات منذ ستة أشهر تسويفا لمطالب المتظاهرين ومعاندة للمنطق استمرت الأحزاب السياسية بمفاوضاتها لاختيار رئيس للحكومة شكلت لجنة سباعية علها تجمع الفرقاء انقضت المهلة الدستورية خرجت اللجنة بمرشح جدلي مدعوم من زعيم حزب الدعوة نور المالكي هو نعيم السهيل سرعان ما أعلن لاحقا فشل الاتفاق عليه هناك من يرى في الفشل الجديد والأزمة على رئاسة الحكومة مسمارا من المسامير الأخيرة التي تدق في نعش العملية السياسية في العراق فتعنت الأحزاب بترشيح شخصية تابعة لها لرئاسة الحكومة يصب مزيدا من الزيت على النار وعند العراقيين ما يكفي من الأسباب للخروج بثورة عارمة طافت مختلف المحافظات وتوحدت مطالبها باقتلاع الأحزاب الفاسدة قبيل إعلان فشل الاتفاق شهدت ساحة التحرير ببغداد تظاهرات حاشدة رفضا لمرشح الأحزاب نعيم السهيل وجميع المرشحين المنبثقين عن العملية السياسية كما حمل المتظاهرون لافتات تشير إلى أن مصير السهيل سيكون كمصير محمد علاوي مؤكدين استمرارهم بالثورة حتى تحقيق مطالبها وعلى رأسها إسقاط النظام يرى مراقبون أن الطبقة السياسية تحاول اغتيال التظاهرات معنويا بإصرارها على تمسكها بالسلطة ومحاولاتها القفز على مطالب الثورة فثنائية السلطة والمال هي العصب الأساس لوجود الأحزاب وبخلافهما لن تجد مكانا لها في العراق وذلك هدف ثورة التشرين منذ يومها الأول عراق خال من طبقة الفساد السياسي ترجمة نانسي قنقر